بسم الله الرحمن الرحيم تجربتنا اليوم سنتعرف من خلال هذه التجربة على كيفية استخدام بعض أجهزة القياس الدقيقة مثل والمايكرو ميت ومن خلال هذه التجربة أيضا سنتعرف على كيفية حساب الخطأ الذي قد يحدث أثناء عملية القياس من الأدوات الموجودة معنا Glass Block Metal Ball القدمة ذات الورانية أو الفيرنيار كاليبر بتتكون من مصطرة عادية متصلة بفكين سابتين ينزلق عليها بطريقة ما الفيرنيار أو الورانية الورانية متصلة أيضا بفكين فك كبير مقابل للفك الكبير على المصطرة العادية المتصل بمصطرة العادية وفك صغير متصل أو مقابل للفك الصغير المتصل بمصطرة العادية أو المينسكير الفكين الصغيرين الجاوس of four measuring inner dimensions الفكين الصغيرين لقياس الأبعاد الداخلية مثل القطر الداخلية الفكين الكبيرين لقياس الأوتر أو الأبعاد الخارجية وتشمل الأبعاد الخارجية الطول والوديث والسيكنس أو الهويت ينزلق مع الورانية أثناء حركتها ستيم ووتيل هذا الديل أو الستيم يستخدم لقياس الديث يبقى إذن تستخدم الفيرنيار كاليبر لقياس الانر دياميتر الهيط الوديث اللينث أند أوتر دياميتر يوجد أيضا مصمار ربط أو سكروك لامب وذلك لعدم تحريك الفيرنيار لعدم تحريك الفيرنيار وذلك بعد أخذ القياس قد يوجد مع التدريج المتري الموجود على الفيرنيار على الفيرنيار كاليبر سواء كان على المين سكيل أو على الفيرنيار السكيل قد يوجد تدريج آخر وهو الانجلاند سكيل أو تدريج الإنش أو البوسة كيفية أخذ القراءة باستخدام الفيرنيار كاليبر أو كيفية أخذ القراءة من خلال الفيرنيار كاليبر لأخذ القراءة باستخدام الفيرنيار كاليبر نستخدم القانون A تساوي A زائد واحد من عشرة في البيض حيث ال-A وهي عبارة عن قراءة المينسكيل وقراءة المينسكيل تبدأ من الصفر للمينسكيل على التدريج المتري من الصفر إلى التقسيم أو الشرطة التي تقابل أو تسبق صفر الفيرنير إذن ال-A أو المين قراءة المينسكيل تبدأ من صفر المصدر العادية أو المينسكيل إلى الشرطة أو التقسيم الذي ينطبق على أو يسبق صفر الفيرنير سكيل ال-B وهي عبارة عن قراءة الفيرنير سكيل وقراءة الفيرنير سكيل تبدأ من بداية من صفر الفيرنير حتى الشرطة أو التقسيم الذي يقابل التقسيم أو الشرطة من المينسكيل فيبدو الخط من المينسكيل مقابل تماما للخط من الفيرنير سكيل الواحد من عشرة دي عبارة عن دقة قياس القدمة ذات الوهنية دقة القياس هي عبارة عن تقسيم ال-B الفيرنير سكيل أو مقياس الفيرنير نساوي كم من مقياس المينسكيل لحساب الأكيورسي أو حساب دقة القياس نقسم واحد على عدد الأقسام أو عدد ديفيجنز الموجودة على الفيرنير سكيل ففي حالتنا هذه نلاحظ أن عدد الأقسام يساوي خمسين للمثال الموجود أمامنا فأن عدد الأقسام للفيرنير سكيل يساوي خمسين يبقى إذن دقة قياس هذا هذه الأداء أو هذا الجهاز هو عبارة عن واحد على خمسين يساوي اثنين من مين يبقى إذن دقة القياس لذلك نستبدل واحد من عشر في القانون بالقيمة يبقى إذن الأقس تساوي a زائد b مضربة في دقة القياس لتساوي اثنين من مين لو أخذنا هذا المثال نلاحظ أولا أو نحسب أو نحسب أولا دقة القياس نلاحظ أن الفيرنيار مقسم إلى عشرين جزء مقسم إلى عشرين جزء وبالتالي فإن دقة القياس لهذه الأداء تساوي واحد على عشرين أو تساوي خمسة من عشر وفي كثير من الأحيان تكسب تكتب دقة القياس على الفيرنيار بجانب بجانب تقسيمات الفيرنيار يبقى عند استخدام إذن عند استخدام الفيرنيار كليبر يجب أولا ملاحظة عند انطباق الفكين تماما نلاحظ أن صفر الفيرنيار ينطبق أو يقابل تماما صفر الميني سكيل ويجب أيضا معرفة قيمة دقة القياس لنأخذ مثال طراءة الأ أولا نكتب القانون يبقى إذن الأ تساوي أ زائد ب في دقة القياس لهذا الجهاز تساوي خمسة من مية نحسب أولا قيمة الايه الهي الهي الميني سكيل الميني سكيل تبدأ من صفر القياس صفر المستغر العادية أو ميني سكيل حتى التقسيم أو القسم أو الشرطة التي تسبق أو تقابل صفر الفيرنيار وهي تساوي في حالتنا هذه يجب ملاحظة أن تكون أن يكون النظر عمودي على نقطة القياس حتى تكون القراءة صحيحة في حالتنا هذه فإن الميني سكيل أو قراءة الايه تساوي 31 ملي نحسب القراءة بالملي زائد قراءة البي نتحرك مع تقسيمات الفيرنيار سكيل حتى نلاحظ انطباق أحد الخطوط أو أحد الشرط الموجودة على الفيرنيار سكيل مع أحد الخطوط أو الشرط الموجودة على المين سكيل نلاحظ أن الشرط رقم 2 هي التي تنطبق على أو هي المنطبقة أو المقابلة لأحد شرط المين سكيل يبقى قراءة قراءة البي تساوي 2 يبقى إذن الـ X أو reading أو القراءة تساوي 31 زائد 2 في 5 من 100 ساوي 1 من 10 يبقى إذن الـ X أو reading يساوي 31 31 من 10 ملي متر لنأخذ مثال آخر نأخذ أولا أو نحسب أولا قراءة الإي من صفر المين سكيل حتى الشرطة أو الخط الذي ينطبق تماما أو يسبق صفر الفيرنير ونأحظ أن الخط الذي ينطبق أو يسبق صفر الفيرنير هو عبارة عن يبقى إذن الـ X تساوي الـ A تساوي 50 ملي زائد قراءة الـ B نلاحظ أن الخط المنطبق أو التقسيم المنطبق من الفيرنير سكيل أو المقابل لشرطة أو التقسيم من المين سكيل هو الصفر نفسه يبقى إذن قراءة الـ B تساوي صفر يبقى إذن الـ X أو القراءة في هذه الحالة تساوي 50 ملي متر الجهاز الثاني أو الأداة الثانية التي سندرسها هي المايكرو ميتر المايكرو ميتر بيتكون من فك سابت يتصل بفريم على شكل حرف U بفك متحرك سكريو إيبل جاو هذا الفك المتحرك يتحرك عن طريق استوانة تائرية عليها تدريج دائري نسميه فيرنيار سكيل هذه الاستوانة متصلة بمسمار تحريك لوالفاين سكروم هذه الاستوانة ومسمار التحريك تتحركان على استوانة أخرى سابتة لفكسد سيلندر بالمين سكيل أو التدريج العرضي أو التدريج الرئيسي يبقى لأخذ القراءة نستخدم القانون X تساوي A زائد واحد من مية في البي حيث A وهي قراءة المين سكيل قراءة المين سكيل قراءة المين سكيل نلاحظ أن المين سكيل عبارة عن تدريجين على خط المنتصف أو الخط العربي التدريج أعلى أو باتجاه الصفر هو تدريج بالمليمتر أما التدريج أسفل فهو يقسم المليمتر أي نصف مليمتر قراءة A هي عبارة عن القراءة من صفر المين سكيل حتى حافة الاستوانا الدائرية حتى حافة الاستوانا الدائرية أما قراءة ال-B فهي عبارة عن قراءة ال- هي قراءة ال-Vernier سكيل وهي عبارة عن الخط أو الشرطة التي تقابل خط المنتصف التي تقابل خط المنتصف نلاحظ أن تدريج ال-Vernier سكيل كامل يساوي 50 تقسيم أو 50 شرطة وهو يساوي نصف ملي يساوي نصف ملي يبقى إذن التدريج تدريجين من ال-Rotating سيلندر أو ال-Vernier سكيل يساوي 1 ملي إذن دقة القياس لهذا الجهاز يساوي 1 على 100 أي 1 ملي على 100 قسم يساوي 1 ملي إذن دقة القياس لهذا الجهاز يساوي 1 ملي 1 ملي عادة ما تكتب عادة ما يكتب دقة القياس على الفريم وكذلك أقصى بعد يمكن أن تقيسه الأداء يكتب بجانب دقة القياس على الفريم يوجد أيضا على جسم المايكروميتر لك أو قفل لعدم حركة السيلندر أو الستوانة الدائرية كيفية أخذ القراءة نأخذ مثال على المايكروميتر قبل استخدام المايكروميتر يجب أولا ملاحظة شيئين أولا دقة القياس ثانيا عند قفل فكي المايكروميتر يجب ملاحظة أن ينطبق صفر القياس صفر الفيرنياري سكيل أو التدريج العرضي على السلانة الدائرية مع خط المنتصف تماما في هذه الحالة يكون الخطأ الصفري سوصفر الخطأ الصفري سوصفر عند انطباق الفكين نلاحظ ظهور صوت مميز من خلال الفاينس كرو أو مسمار التحريك الدقيق أما إذا أما إذا كان صفر القياس لا ينطبق على خط المنتصف أو خط التدريج خط التدريج المينس كيل في هذه الحالة يكون هناك خطأ صفري في هذه الأدام كيفية حساب الخطأ الصفري إذا كان صفر القياس أعلى خط المنتصف أو خط المينس كيل ففي هذه الحالة نعد عدد التقسيمات التي تختلف عن خط المنتصف ونضيفها إلى قيمة البي في القانون أما إذا كان الصفر أسفل خط المنتصف أو خط التدريج المينس كيل في هذه الحالة نعد عدد التقسيمات التي تختلف عن خط المنتصف ثم نترحها من قيمة البي أو نترحها من قيمة الفيرنير سكيل لنفرض عدم وجود خطأ صفري ولنأخذ مثال أولا نترحها من قيمة نترحها من قيمة نترحها من قيمة ثلاثة ونصف يبقى إذا نكتب القانون A زائد B في دقة القياس واحد من مين الـ A تساوي 3.5 ميلي زائد قراءة البي تساوي 35 وثلاثين يبقى إذن البي تساوي 35 وثلاثين في واحد من مية يبقى إذن تساوي 3.5 زائد 35 وثلاثين في واحد من مية بساوي 35 من مية يبقى إذن القراءة أو الـ X تساوي 3.85 85 من مية ميلي متر إذا انطبق الصفر على خط المنتصف أثناء إجراء عملية القياس كما في المثال ففي هذه الحالة تكون قراءة البي تساوي 0 تكون قراءة البي تساوي 0 وقراءة الـ وقراءة الـ إذا كانت قراءة تساوي 0 فإن قراءة الميكرو میتر تساوي قراءة A قراءة المينس كيلي فقط كما في المثال نلاحظ أن المينس كيلي يساوي 4 يبقى إذن الـ X تساوي 4 ميلي زائد الـ B تساوي 0 في 1 من مية يبقى إذن الـ X تساوي 4 ميلي متر أثناء عملية القياس قد يحدث بعض الأخطار لنحسب الخطأ الناتج أثناء عملية القياس نجري القياس أو لتقليل الخطأ الناتج أثناء عملية القياس نجري القياس عدة مرات نستخدم الفيرنير كاليبر لقياس حجم متوازي المسطلات حجم متوازي المسطلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع أو السكنس نقوم بحساب العرض أو الطول أولاً عدة مرات ولكن ثلاث مرات على الأقل ثم نحسب متوسط الطول بجمع القيم وقسمتها على ثلاثة أو قسمتها على عدد ثم نحسب عرض متوازي المسطلات ثلاث مرات ونوجد متوسط قيمة العرض أو البردف ثم نوجد السمك أو الارتفاع ثلاث مرات نحسب قيمته ثلاث مرات ثم نوجد قيمة متوسط الاقتفاع بعد جات قيمة متوسطات الطول والعرض والاقتفاع نوجد الخطأ المطلق أثناء قياسات الطول الخطأ المطلق أثناء قياسات الطول الذي قد يكون حدث أثناء قياسات الطول هو عبارة عن متوسط الطول نقص القراءة الأولى زائد متوسط الطول ناقص القراءة الثانية ومتوسط الطول ناقص القراءة السلسة ثم نجمعهم فيعطي دلتا ال وهي عبارة عن الابسليود ايرو لقياسات الطول نكرر ذلك بالنسبة لقياسات العرض وقياسات الارتفاع وحيث أن الأفريج فاليوم أو القيمة المتوسطة للطول هي عبارة عن L bar W bar H bar أو متوسط الطول في متوسط العرض في متوسط الارتفاع نحول القراءات للمتر المكعل الريلاتيف ايرو أو الخطأ النسبي الريلاتيف ايرو أو الخطأ النسبي هو عبارة عن الدلتا في اللي هو عبارة عن الخطأ الأخطاء المطلقة أثناء قياسات الطول والعرض والاكتفاع أي أثناء قياسات الحجب على متوسط الحجب وهو يساوي الخطأ المطلق لقياسات الطول على متوسط الطول زائد الخطأ المطلق لقياسات العرض على متوسط العرض زائد الخطأ المطلق لقياسات السيكنيس على متوسط السيكنيس بعد إيجاد قيمة الريلاتيف ايرو من خلال الشق الأيمن من المعادلة من هذه المعادلة نوجد قيمة الخطأ المطلق لقياسات الحجم اللي هي عبارة عن الدلتا في الدلتا في من خلال المعادلة الدلتا في تساوي قيمة البي بار أو متوسط الحجم في الريلاتيف ايرو بعد إيجاد قيمة الابسليوت ايرو يمكن إيجاد قيمة الحجم الحقيقي وعبارة عن متوسط الحجم موجب أو سالب الابسليوت ايرو نوجد قيمة الريال فيليم بالمتر المكعب تطبيق مباشر لاستخدام المايكروميتر وهو إيجاد قيمة قطر الكرة وبالتالي إيجاد قيمة حجم الكرة نقوم بقياس قطر الكرة عدة مرات على الأقل ثلاث مرات وفي كل مرة نوجد قيمة نصف قطر الكرة نضع الكرة بين فكي المايكروميتر ثم نقوم بتدوير الاستوانة الدائرية حتى نسمع صوت مميز من خلال الفاين سكروم نوجد قيمة القطر سلاس مرات كما أسلفنا على الأقل وفي كل مرة نوجد قيمة راديس أو نصف القطر ثم نوجد قيمة متوسط نصف القطر بعد ذلك نحسب الخطأ المطلق لقياسات نصف القطر وهي عبارة عن مجموع القيمة المطلقة لمتوسط نصف القطر ناقص القراءة الأولى مع متوسط مع متوسط نصف القطر ناقص القراءة الثانية زائد متوسط نصف القطر ناقص القراءة الثالثة وبذلك نكون قد حسبنا أو أوجدنا الخطأ المطلق لقياسات نصف القطر لكي نوجد ريال فوليوم يجب أن نوجد قيمة متوسط الحجم حجم الكرة يسوي أربعة على تلاتة باي آر تكعيب ونوجد الخطأ المطلق لقياسات الحجم لكي نوجد الحجم الحقيقي بالمتر المكاهم شكرا ترجمة نانسي قنقر